يعني أنا عارف مشاهدت ما بيأخذ من وقتك لكن سؤالي الأخير هل وارد توفير الجرعة الثالثة سواءً اختيارياً حتى لمن أخذ الجرعتين هل هذا وارد؟ طبعاً إحنا نمشي دائماً بموجب دراسات وبموجب أبحاث وبموجب أمور علمية حالياً المملكة أتاحت الجرعة المنشطة الإضافية لفئات معينة ثبت علمياً بأنهم بحاجة لها مثل من هم يعانون من الفشل الكلوي المزمن أو من لديهم فراعة أعضاء أيضاً نستعد لي ونمهد للبدء بأمر مهم وهم فئة الستين عاماً فأكثر ممن تجاوزوا ثمانية أشهر من جرعة المثانية حتى الآن هذه الفئات لها أولوية قد تضاف فئاتها أولوية أفضل مراحل لاحقة ولكن نحن دائماً نعلن عنها أول بأول ونجحها أول بأول شارع شكراً لكم شكراً لكل من يعمل في الكادر الصحي الأبطال اللي في الأزمة الحقيقة يعني كانوا يعني على قدم وساق لأجل وطنهم ولأجل إنسان هذا الوطن